أحياناً بنسمى عن حالات زواج غريبة حول العالم وتحديد في بريطانيا وكذلك مدن أوروبا مثل قصة الزواج بعض الأشخاص من الجماد أو حتى الحيوانات كزواج إمرأة بريطانية من كلبها أو الزواج بجدار وحاء ببرلين الذي وقع في غرامه الكثير من النساء والرجال في أوروبا منذ مئات السنين وكذلك قصة زواج رجل من جواله كما البعض يتفهم وضع الأخير بجانب هذه القصص والحلاس اللي بنسمحها انتشر مؤخراً موضوع زواج كبار السن بشباب وشباب صغار وبفارق عمري كبير خاصة مع انتشار التكنولوجيا والتصبيقات الإلكترونية فزاد الحديث حول ما هي الفجو العمرية المناسبة للارتباط بين الشخصين إحدى هذه القصص المنتشرة هي قصة هذه السيدة آيريس جونس التي التقت بعشيقها المصري الثلاثيني محمد وهي في عمر الثمانين حيث تعرفا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقابلا لأول مرة في مصر وتقول آيريس عن الشعب محمد بأنه صادق جداً معي ولا يسعى خلف أموالي وسيكون من الجيد أن أقضي أيام الأخيرة بالزواج من شخص يسعدني بالنسبة لرأي الشارع البريطاني الأغرب كان مؤيت ومؤكد أن الحب لا حدود أو شروط لها لا أفكار أفكار نعم نعم لا أفكار لا أفكار أفكار أست caveat أفكار أفكار أعقاب بالفعل أنه يبقى المقات لطلقاء التجارة وليكنني أدري أن لا تكون الانتفارة بتجميع المباشرة لكنني أقل تقول شديدة الوصول لتحرك الوصول بينها اكتبه بريد فرمويا أعتمد إلييفت فضلك لأنه سيظرر بفوضة الرجال وإنه طوال الوصول له يا تسجل وإنه من شقع دمويا أشجل ذات تسجل انه لنك الله أشجل الأمر بشامك لأنه لا أحد تمامي الحديث إذا فتح اصبه مع مليانة أنه لا يفعلها أنا في كل مداره لا يفعلها بغاء حصل في كل م distance إنها جميعا وضعنا كل من قبل لا أعجب أن يكون فقط أقال أعتقد أن يكون رؤية تنامع الوصول يوم الوصول أقال أنت غير الوصول أقال أنت على الأدن أقال أنت على الأقال أعتقد أنها متاهرة يشكل موضوع الفجوة العمرية وفارق السن بين الزوجين من المواضيع المتكررة والمنتشرة في كثير من المجتمعات سواء الغربية أو العربية ويبقى الجدل والسؤال حول ما هي حدود هذه الفجوة؟ ما هي القيود؟ وما هو المقبول أو الغير مقبول؟ من بريطانيا وعد عارف MBC